لا شيء عصي على الحل ولا يمكن اعتبار الأزمة السياسية أكثر أهمية من المصلحة الوطنية نداء بلغة التحذير وجهته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي للقوى السياسية لإيجاد الحلول والخروج من دوامة الانسداد التي طالت كثيرا واحتواء التصعيد وكأن الأمم المتحدة تدعو أصحاب القرار للانتقال من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال قبل فوات الأوان بعد أن ركزت على أهمية مصلحة البلد وجعلها نصب أعينهم في تشخيص يعكس فحو الأزمة التي يعاني منها البلاد جهود مكثفة تقودها بعثة الأمم المتحدة لتقليل الفجوة بين الأطراف المتخاصمة في العراق لعلها تفتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراق منذ الانتخابات التشريعية في وقت تشهد الساحة العراقية اختلافا في موازين القوى مع استمرار أنصار زعيم التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء للأسبوع الرابع على التوالي يقابله اعتصام أنصار الإطار التنسيقي عند بوابة المنطقة الخضراء أما رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد وضع طبقة سياسية أمام مسؤولية تاريخية بعد أن جمعها حول طاولة الحوار في جلسة غاب عنها التيار الصدري وكأنه أعاد الكرة إلى ملعب خصومه السياسيين لتبقى المخاوف من انتقال الأزمة إلى مستوى آخر من التصعيد والذهاب لأسوأ الاحتمالات لكن هناك من يرى أن تأجيل تظاهرة السبت التي دعا لها السيد الصدر يمثل رسالة إيجابية إلا أن هذا التأجيل لا يعني الإلغاء لتبقى الأيام المقبلة حبلة بالمفاجآت اشتركوا في القناة